اهلا بكم طالبات وطالبات الصفحة الخامسة الابتدائي في مادة الراضيات تحت إشراف ورعاية وزارة تباية التعليم اليوم ان شاء الله يكون لدينا جرنرال ريفاجن عن يونيك 1 ويونيك 1 دي لو احنا فاكرين كانت عجبرا عندنا النهاردة اسئلة كتيرة ومختلفة تعالوا نشوف مع بعض الاسئلة دي ونحاول نحلها سوا زي ما شوفنا كده احنا عندنا جرنرال اكسرسيز عن يونيك 1 او سؤال بيقولين the opposite figure a b c and d are on number line زي ما احنا شايفين عايزين نعرف ازاي نكمبار between مثلا a and c عايزين نعرف مين اكبر اي ولا c طب احنا اتفقنا كده عن number line نعرف مين اكبر احنا بنبص to the right يبقى هو ده الاكبر to the left يبقى هو ده الازور طب بالنسبة لc و a هلاقي هنا ان c on the right و a هي on the left يبقى بالنسبة لي اكيد c هي الاكبر c is greater than a طب بالنسبة لي انا عندي c and d ألا اني d is on the right so اكيد d is greater so d is greater than c عندي e و عندي b e on the right so e is greater than b طيب نشوف e and c مستر كده كده انا عندي e هي اكبر حاجة اقولك صح فاكيد e is greater طب c and a أبصت هنا لاقي هنا في c on the right و a on the left فلاقي ان c is greater than a عندي d و عندي a d on the right a on the left so d is greater than a طيب نشوف برضو كده comparison مع بعض بط greater smaller equal و بيقول لي x plus 18 and x plus 17 where x belongs to n طيب هو ان هي اكبر x plus 18 ولا x plus 17 لو اعتبرنا ان x ايا اي نمبر واكيد الاكس اللي هنا هي هي الاكس اللي هنا طب لو عندي اي نمبر و زودت عليه 18 عملته plus 18 و عندي نفس النمبر و زودت عليه 17 عملته plus 17 طيب في الاخر هاني هيبقى اكبر اللي عملتله plus 18 ولا اللي عملتله plus 17 اكيد اللي عملتله plus 18 فاكيد x plus 18 هيبقى اكبر من x plus 17 طيب لو عندي x minus 18 and x minus 17 where x is a natural number greater than 20 الاكس ده natural number اكبر من 20 طيب نفس الكلام بس المرة دي بالعكس لو انا افترضت مثلا مثلا ان x عندي ده equals 21 طب نجرب مع بعض كده 21 minus 18 هيكون 3 طيب 21 minus 17 هيكون 4 اذا يعني في المينس بالعكس او بالعكس هيبقى x minus 17 is greater than x minus 18 هلو جدا عندي x and 75 طيب هو الاكس ده ايه اصلا قال لي where x belongs to 30 21 32 and 33 هلو ان كل الست بتاعة الاكس او اللي الاكس بلونجس ليها اصغر اصلا من 75 فاكيد 75 is greater than x طيب عظيم جدا شوف السؤال اللي بعده برضو comparison قول لي y and 18 واعلي ان where y belongs to 20 21 22 23 and 24 هلاحظ اكيد ان كل الالمنس اللي موجودة في ال y او ال y belongs لها اكبر من ال 18 it's greater than the 18 so y is greater than 18 هلو جدا شوف القصر اللي بعده z and 35 where z belongs to 35 اكيد الزاد equal 35 فبالتالي هيبقى equal هلو جدا شوف القصر اللي بعده طيب 908 و 9008 اكيد 9008 هي الاكبر 9008 is greater than 908 5075 and 5057 نخل بلنا من الاخباطة الارقام 5075 و 5057 اكيد 75 اكبر 5075 is greater than 5057 القصر اللي بعده 2239 and 2229 اكيد 2239 اكيد 2239 هو الاكبر طيب دعالوا نشوف قصر اكتر واحنا وقفين على السكرين ما بعض طيب دعالوا نشوف قصر كده مختلفة مع بعض طيب القصر بيقول لي وعند القصر اقدر حالي القصر ده ازاي احنا انتفقنا قبل كده ان فيه نمبرز انا ممكن احسابهم مع بعض اسهل عشان اليونتس بتاعتهم تقدر تساعدني ان انا اجيب 0 على طول فهنا لاحظ كده ان انا عندي ال 1 وال9 مع بعض هيديني 0 لا 10 يعني فانا ممكن اقدر اعمل ايه اقدر استخدم associative property ان انا اعمل كده 257 بلس 51 بلس 49 واقدر ان انا احسب دول مع بعض الاول طيب 51 بلس 49 equals ايه equals 100 بعد كده عندي 257 زي ما هي كده خلاص الموضوع بقى سهل 257 بلس 100 الموضوع بسيط جدا هيبقى على طول الانسر 357 نشوف القواصل اللي بعده تجد الانسر تجد الانسر تجد الانسر طيب تقول لي مستر ده ملتبلكيشن عادي قولك اه هو ده ملتبلكيشن عادي بس انا ممكن احسبه طريقة اسهل شوية وكمان اقدر استعمل الانسر تقول لي ازاي مستر قولك هو 99 دي هي عبارة عن ايه تقول لي 99 يعني قولك هي اه 99 بس انا ممكن اخليها 100-1 صح تقول لي صح وعندي في الاول 572 بعد كده ملتبلاي تقول لي اه ده كده بعد شبهة الانسر انا عندي براكت واقدر ادخل ال 572 عليهم هما الاثنين قولك صح فبقى عندي ايه بقى عندي 572 ملتبلاي 100 وبعد كده الصين بتاعتي مينس 572 ملتبلاي 1 معكده ملتبلكيشن سهل جدا طيب 572 ملتبلاي 100 دي ادين ايه على طول بقى 572 و20 بعد كده مينس 572 ملتبلاي 1 اي حاجة ملتبلاي 1 اكيد بنفس الحاجة ف572 طيب اقدر اعمل مينس ازاي بقى دلوقتي الموضوع بسيط ممكن اجي كده على جنبه بسرعة جدا 572 00 منس 520 572 تبقى 10 9 بروين 1 تبقى 8 تبقى 2 لك هنا أقبله تاني 6 11 11-5 is 6 6-5 فالانسر بالنسبالي هتبقى 56,628 تعال نشوف القصم اللي بعده طيب هنا برضو نفس الفكر أنا عندي 915 x 1 تقولي برضو ملتبليكيشن لك لأ عايزين استعدين distributed property تقولي آه أنا نفس الفكرة بتاعت الكصم اللي فيت أنا ممكن أعمل دي 1000 plus 1 أقولك صح وأنا عندي هنا 915 وبرضو أقدر أعمل distribution كده 115 مع 1000 مع 1 طيب عندي 915 multiply 1000 plus 915 multiply 1 1 فدي تبقى 915,000 plus 915 هنا القداشن سهل جدا تبقى equals 915,950 وهي دي الانسر بالنسبة لي شوف القصم اللي بعده طيب دلوقتي أنا عندي يقولي قولي أنت هتستخدم committed property ولا associated property تعالي نشوف النمبرز مع بعض أنا عندي 77 651 and 49 قلنا أنا بدور على النمبرز اللي تجيب لي 0 أو 10 يعني فأنا عندي هنا 1 و9 فبرضو ممكن نستخدم associative property بأن أنا أخد الاتنين التانيين الأول أخد دول كده مع بعض أعمل لهم أداشن الأول ودي associative property ممكن نكتب كمان هنا جنبها أن أنا استعملت associative property طيب 651 plus 49 equals A equals 700 plus 77 تقولي لا دي سهلة خالص 777 وهي دي كده الانسر بالنسبة لي نشوف القصم اللي بعده طيب عندي 753 plus 972 plus 247 تقولي إيه الأرقام الصعبة دي قولك لأ نركز كده مع بعض إيه النومبرز هنا اللي أنا ممكن لو استعملتها مع بعض تديني 0 أو 10 يعني طيب أنا عندي 3 وال7 دول ممكن يدوني 10 طب مهم دول بعض عن بعض فلازم الأول أستخدم إيه community property صح كده فممكن أبدل الاتنين التانيين مع بعض أعمل 247 الأول plus 972 وكده أنا استخدمت commutative property طيب عظيم جدا بعدين أقدر استعمل associative property بإن أنا أحسب أول اتنين دول مع بعض الأول بعد كده أقاد عليهم الانسر اللي أنا عندي 72 كده أنا استعملت associative property طيب 753 plus 247 equals إيه نخلي كده بلنا مع بعض إن دي كده ودي كده مع بعض هيعملوا 100 100 وعندي 700 كده هيعملوا 1000 طيب 1000 plus 972 بقى equals 1,972 وهي دي الانسر بالنسبة لي شوف الquestion اللي بعض مع بعض A man is X years old يعني يعني هو أفترض إن راجل عنده X years أنا ما عرفش عنده كم سنة فأفترض أنه عنده X years وعلي X belongs to N find his age after 8 years طيب الراجل ده بعد 8 سنين after 8 years هيبقى عنده كم سنة تقول لي ما أنا عم مش عارف قولك آه هو مش عايز النمبر بيضبط هو عايزك represent هو عنده كم سنة قولك موضوع بسيط لو هو دلوقتي X after 8 years هيبقى X plus 8 اي ده بس كده آه بس كده طيب نشوف الكعصين اللي بعده عايز his age 15 years ago يعني من 15 سنة فاته كان عنده كم سنة تقول لي كده احنا مفروض نعمل minus قولك صح فهتبقى X minus 15 عظيم جدا تشوف الكعصين اللي بعده find the sum using cumulative and associated properties in N ومديني numbers كتير كده طيب انا برضو لازم ابقى زاكي ودور على numbers اللي تديني 10 او 0 عشان اقدر اعملهم ابداشا مع بعض طيب نبص كده عندي 892 788 308 512 تقول لي على فكرة 8 وال2 دول وال8 وال2 دول قولك تمام بس نركز كده في حاجة تانية ايه هي الحاجة دي لو عملنا 92 وال88 مع بعض تقول لي لا كتير قوي كده مش هطلع رقم حلو قوي طيب لو عملنا 892 وال30 8 تقول لي او على فكرة 8 وال92 100 وكده موضوع هيبقى اسهل بكتير انا كل ده لسه ما عادش قداشا بس انا ببص على النومبرز عشان اقدر احكم انا هبدأ بايه الاول طيب عظيم جد فانا اخترت ان انا ابدأ ده وده تقول لي مستر بس دول بعاد عن بعض اقول لك مفيش مشكلة ممكن نعمل كده property كده ونبدل دول مع بعض عظيم طيب خلاص نبدأ بيها من اول بس نمسح نمسح ملا كده عظيم جدا طيب انا اقول هبدأ ان انا اعمل commutative property فاجيب لك 308 الاول بعد كده 788 plus 512 ودي كده commutative property عظيم جدا طيب بعد كده اقدر اعمل ايه اقدر اعمل associate property انا ممكن ااخد اول اثنين مع بعض plus واخد اثنين مع بعض ودي associate property عظيم جدا طيب نعمل بقى ادش نبقى وما ضو خلاص بقى ساحل عندي 892 plus 308 طيب عظيم جدا اخلي بالي قلنا 92 وال8 يبقوا 100 100 300 400 و800 كده 1,200 فانا عندي اول جزء ده 1,200 plus انا عندي هنا 788 and 512 برضو اخلي برضو اخلي بالي ان 88 وال12 دولي اعملو 100 طيب 100 و500 600 600 800 و700 كده 1300 تقول لي خلاص بقى كده الموضوع سهل 1200 1300 300 كده 2500 فهي دي الانسر بالنسبة لي عظيم جدا تشوف اللي بعده برضو عندي 4 numbers تقول لي خلاص بقى الموضوع بقى سهل قولك اه حلو جدا انا ممكن اخد دي مع دي على طول عشان دي 99 ودي 1 فخلاص لما يتحط على بعض ب100 يبقى محتاج برضو اعمل committed property هنا كده عشان ابدل دول مع بعض ممكن ابدأ بقى على طول 973 plus 227 plus 299 plus 901 وكده انا عملت committed property طيب عظيم جدا اعمل بعد كده اصارشة property انا اخد دول مع بعض بعد كده اخد الاثنين التانين دول مع بعض دي associative property خلاص بعد كده اقدر اعمل calculations ال73 ال73 وال27 مع بعض يعملوا 100 و900 يبقى 1000 ود 200 يبقى 1200 plus ال99 وال1 مع بعض يعملوا 100 و900 يبقى 1000 و200 يبقى 1200 200 وعلى طول الاجابة تبقى 2000 400 ودي الانسر بالنسبة لي نشوف الquestion اللي بعد بيقول لي evaluate 8 divide 8 minus 2 times 3 plus 3 times 2 تقول لي ايه يا مستر كل ده قولك او انا عندي هنا حاجة اسمها order of operation order of operation ده يا مستر لأ افكرك انا كان عندي حاجات كده لازم اعمالها بالترتيب كان لازم يبدأ بالbrackets بعد كده لو كان عندي multiplication of division بعد لك عندي لو plus أو minus هده كده number 1 بالنسبة لي ده number 2 بعد كده number 3 تقول لي تمام ماشي طب انا عندي brackets يا مستر اقولك تمام نخش جوة brackets طيب جوة brackets انا عندي ده تقول لي انا عمل مني الاول بقى تبص تاني هلاقي ان انا عندي multiplication بعد كده minus خلاص فابدأ بال multiplication يعني انا جوة bracket هابدأ بدا 2 times 3 is 6 بعد كده انا عندي 8 minus 6 انا كل ده لسه جوة bracket فاكمل كل حاجة زي ما هي عشان ما ننساش حاجة وعشان ما اطلق بطش طيب 8 minus 6 equals كم equals 2 انا كده خلصت ال bracket اه انا كده خلصت ال bracket انزل برضو بقيت الحاجات زي ما هي واسألك انا دلوقتي نبدأ بمين قل لك بص في والله division وفي multiplication ابدأ مين تقول لي مثلا انت كاتب multiplication واكده division اقول لك لا انا كاتبهم هما الاتنين مع بعض في نفس اللاين ده معنى ايه ده معنى اللي ييجي الاول لازم اعمله الاول طب انا عندي مين الاول تقول لي انت عندك division الاول اقول لك صح يبقى نعمله هو الاول يبقى 4 plus 3 times 2 تقول لي عندنا addition وبعدكده لا كده كده multiplication الاول تمام فنعمل ده الاول فتبقى 4 plus 3 times 2 is 6 4 plus 6 equals كام equals 10 تقول لي كل ده عشان في الاخر 10 نقول لك اه كل ده عشان انسى في الاخر 10 حلو جد طيب تعالوا نشوف كده بسرعة مع بعض بيقول لي the product of any two natural numbers هل هي دايما بتبقى في الان يعني belong ولا doesn't belong ولا subset ولا not subset الproduct بتاع اي two natural numbers دايما هتبقى موجودة في الان فاكيد belongs to ان طيب 8 times 54 نبص كده على الانسر مع بعض هل هي 8 times 5 plus 8 times 4 تقول لي لا هي مش 8 times 5 هي المفروض ان دي مش 5 هي المفروض دي ايه دي 50 فالمفروض ان انا لقي الانسر بالنسبالي 8 times 50 و 8 times 4 كده تبقى الانسر مضبوطة طب دي ما موجودة فين هلأ ان هي 8 times 50 plus 8 times 4 ودي تعتبر زي distributive property طيب عظيم جد 3 times 2 plus cam equals 24 تقول لي على فكرة انا عرف ان 3 times 8 equals 24 طيب 2 plus cam equals 8 2 plus 6 عظيم جد طيب an odd number multiply an even number equals ايه لك تعالى نجرب كده هو ال odd numbers تقول لي 1 3 5 خد اي number 1 مثلا multiply an even number زي 2 طيب 1 times 2 equals ايه equals 2 طيب 2 ده even خلاص يبقى the additive identity element in n is ايه additive identity يعني ايه هو النمبر اللي مش بيفرق في الابدات شانعندي تقول لي اكيد 0 قول لك صح عظيم جد طيب بهنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا ف general revision on unit 1 شوفكم ان شاء الله في الحلقة الجديدة اللهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة